ليه فجأتنا؟ شوف ده أول سؤال مفاجأة أنا قاعد قاعدت ضوح باستنى الماتش فجأة لها خبر نازل عامل حلواني قاعدتزل النهاردة دون مقدمات تماما بصة كريم هو أنا بقالي فترة بفكر في الموضوع ده و أنا اخترت التوقيت ده بتاع ماتش أسوان ونادل أهلي عشان لعبت في أسوان وجمهور أسوان الحمد لله يعني بيحبيني جدا وعملت معا موسم استثنائي طبعا والنادل أهلي أنا متربي في النادل أهلي و أنا كنت حابة أكون موجود في النادل أهلي فترة أخيرة بس ما حصلش نصيف فقلت أنا عايز أم ماجه أبطل أبطل قدام النادل أهلي عشان ده بيتي وليت ربيت فيه فشفت أحسن توقيت اللي بقى ماتش أسوان ونادل أهلي في أسوان كلمت رئيس النادي أسوان وكلمت الأستاذ إهاب منصور بصراحة الناس كلها وقفت جنبي وقال لي أنت عايزه نعمله لك كلمت كابت صاحب عفيز بصراحة قال لي اللي أنت نفسك فيه عمله لك شوف أنت عايزه أنا عمله لك وطولة كابتن عايزك تبقى موجود في اليوم ده والنادل أهلي يكون موجود قول لي كابت صاحب أهلي النادل أهلي كان رضي فعله لما أنت قلت كلمت كابت صاحب عفيز في التلفون قال لي قلت له أنا يعني الماتش بتاع أسوان والأهلي ده هعلي نعتزالي فيه ويعني النادل أهلي عايزه يكرمني قال لي أنت أخدت قرار يعني خلاص طوله أخدت قرار قال لي ربنا وفقك في اللي جاي أنت عايز مني إيه والله العظيم قلت له وكابتن والله ولا أي حاج قال لي أنت مطلوب من إيه نعمله لك أنت ابن النادي وإحنا منحبك عمره وما عملتش عمرك مشكلة معانا ولا برا ولا جوه ومتربع على الوسوس بتاعة النادي قلت له وكابتن سيد أنا مصمم اللي أنا ماتش الأهلي نكون آخر ماتش بالنسبة لي عشان جمهور النادل أهلي هيكون موجود وأنا عارف اللي كان يبقى فيه جمهور كتير جدا 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 وعارف اللي جمهور أسوان بيحب النادل أهلي فأنا اخترت التوقيت ده وكمان نلعب الكورة اللي بيفكر كويس أيوة يختار التوقيت الصح اللي هو يبطل فيه كورة فالحمد لله الحمد لله فضل ربنا اخترت التوقيت الصح بدليل حتى الناس كلها يعني أنا ما بمش في الشارع دلوقتي ليه كابتن اعتزالت ليه انت ليس نقص دمك سنة سنتين ده كلام ده بيفرحني جدا يا كريم أحسن من الناس تقولك لا بطل مش كفاية بقى آه مش كفاية بقى آه جمال ديب تتقال كتير أما الحمد لله ناس أبني في الشارع دلوقتي اللي هي كابتن والله دمك سنة سنتين كلام ده بيفرحني جدا فالحمد لله حسيت أنا اخترت التوقيت الصح اللي انت ببطل فيه عشان تطلع كبير عشان لما تروح بقى في مجال التاني بقى المجال الإدارة أو مجال التدريب أو أي حاجة انت عايزها التوقيت الصح ده كان يوم المباراة الصبح أنا اخترت من يوم المباراة الصبح